حول الموضوع تنضم إلينا عبر سكايب من باريس سفيرة النواية الحسنة للدفاع عن حقوق المرأة الدكتورة جيهان جادو مرحبا بك معنا دكتورة جيهان يعني هذه الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي التي قادها مشاهير العالم تحت مسمى هاشتاج ميتو إلى أي درجة برأيك ستسهم أو تشجع على كسر حاجز الخوف لدى النساء التي تعرضنا لتحرش جنسي بشكل أو آخر مع اختلاف الدرجات سواء في عالمنا العربي أو في كل أنحاء العالم أهلا بحضرتك وستدى المشاهدين طبعا بكل تأكيد هذه الحملة اجتاحت العالم الآن وأنا الحقيقة أتعجب من تكوت التام أو الصمت التام في هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد معظم نساء العالم وفجأة تنسلق من أمريكا التي دائما وأبدا كانت تنتقد العالم العربي بأن هناك بها ظاهرة للتحرش الحقيقة طبعا هذه الحملة الكبرى التي اجتاحت هذا العام هذه الأونة بكل تأكيد هي لها مدنور كبير جدا يعني قد تكون أغلب النساء العالم فقدت الثقة بعض الشيء في الوصول إلى حقه اسمحي لي دكتور أسألك يا هبي بطريقة أو من وجهة نظر نسائية أنا اليوم تعرضت للتحرش الجنسي ما الذي أستفيده إذا خرجت على وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام ورويت قصتي أو قلت ما حدث معي يعني ما الذي سأستفيده خاصة في المجتمعات المحافظة أو مجتمعات الشرقية التي تضع قيود على مثل هذه الخطوة وتعتبرها جريئة وما إلى ذلك طبعا بكل تأكيد الخطوة جريئة في حد ذاتها خاصة أن هناك فلا بد أن نفرق أيضا هنا بين نقصتين همتين سواء المجتمع العربي سواء أيضا مجتمع الغربي أو مجتمع العالمي يعني الحقيقة هي ظاهرة قد تكون صادمة للبعض صادمة لجميع النساء أيضا يمكن في مجتمعاتنا المحافظة طبعا بكل تأكيد يعني قد تكون الاستفادة قليلة جدا لكن دعني أقول حدثك هو حراك نتيجة أن هناك ظلت سنوات كبيرة جدا جدا هذه الظاهرة في الانتشار ولم يتحدثنا ولم يخرج حتى الآن قانون مجرم يعني في فرنسا هنا بدأت حاليا فرنسا تتخذ تشريع أو في دراسة تشريع قانون خاص بالتحرش لكن يمكن هذه الحملة الجريئة يعني في العالم كله قد تكون هي الدافع وراء تحريك المياه الرقدة في هذه أو لفت أنظار العالم أن هذه الظاهرة بكل أسف يجب أن تنتهي أن يوضع لها حد ولكن دكتورة بالمقابل يعني هناك تحدثت عن نقطة القوانين كما في فرنسا هناك قوانين على سبيل المثال دعينا نأخذ مصر وهي يعني فيها نسبة تحرش عالية مقارنة بدول دول محيط ودول أخرى هناك في مصر قوانين رادعة وتعاقب المتحرش ولكن هل تطبق بالفعل هذه القوانين إذن أين الخلل في وضع القوانين أم في تطبيقها وبشكل صارم أولا دعني أؤكد على النقطة يعني أنا قد تصفحت الصحف اليوم فلا أتفق أبدا مع النسب الخطيرة التي يصفها يصف الجميع بأن هناك 99% من النساء في مصر يتعرضن للتحرش هذه النسبة خطيرة ويعني الحقيقة لست أعلم من أين أتوا بهذه النسبة بغض نظر عن الأرقام ولكن هناك نسبة تحرش عالية في مصر أو غيرها نحن طرحنا مصر على سبيل المثال طبعا لكن نسبة التحرش إذا أردنا أن نتحدث عن هذه الفكرة نسبة التحرش ليس فقط في مصر حاليا بقت أصبحت في دول العالم خاصة وهناك دول يعني للأسف الشديد لا تستطيع المرأة فيها أن تتحدث حتى ولو فقط يعني الإعلان أو الإصح عن هذا فهناك فعلا ظاهرة التحرش بكل دول العالم وليس في مصر فقط لكن الحقيقة وأكدها بكل تحقيقها هناك ظاهرة أصبحت خطيرة نظرا لسقود بعض النساء طبعا عايزة أقول لحاليتك وارجعتني لسؤال حاليتك نظر القوانين هناك قوانين فعلا مشددة هناك أصبحت هناك حاليا لو حاليتك تتكلم عن مصر أصبحت العقوبة الخاصة في التحرش يعني من ست شهور إلى خمس سنوات هذه الحقيقة كبيرة جدا يعني تطبق هذه القوانين بكل تأكيد وتطبق إذن الخلل أين دكتورة يعني الخلل يجب أن لا تصمتي عن التحرش أن لا تسكتي عنه بالضبط هو هذا الحراك الذي الحقيقة يعني هناك مبادرات كثيرة في مصر يعني أمسك وتحرش كما أيضا هنا في فرنسا إفضحي خنزينك وأيضا المبادرة ميتو لكن للأسف الشديد أنا عايزة أقول لحضرتك أن هذه الظاهرة في التدايد وإن لم يكن هناك بالفعل قانون عالمي تفضنه الأمم المتحدة وتأخذ به جميع الدول لمحاربة هذه الظاهرة لن يكون هناك أي حراك يمكن هذا المؤنات في وجه التطر المتوضع أن الفضيحة هي خلل أيضا وليس أنا لا أتصل كليا مع الفضيحة التي أصبحت في سوشال ميديا حاليا هناك أصول دائما للتعامل مع كل هذه الحالات أنت من بداية المقابلة سعيدة ومبتسمة فيه يبدو أنك شاركت في هذه الحملة ميتو أيضا لا الحقيقة لا أنا لم أشارك لأن الحمد لله الحد الآن شاركت من ناحية توعوية ربما أقصد أو توعية الفتيات عايزة أقول لحظتك بكل تأكيد بس باقتصار التعوية لابد أن تكون للفتاة أيضا للفتاة يعني التعوية المجتمعية لابد أن تكون على الإثنين لا ينسبق أبدا لا يجوز أن نلوم المرأة على الفعل لأن الأسف شديد هناك بعض الأقويل لأن المرأة ولبس المرأة هو المحرك الأساسي لكن أنا لا أمفي أيضا هذه لأنه قد يكون عامل من الأسباب هو لبس المرأة يعني أنا بكل حيادية أقول بكل تأكيد لكل مجتمع يعني اختلاف ببعض الثقافة والأمور لا يمكننا التعميم كل الحالات على كل المناطق والشعوب وثقافتها شكرا جزيلا دكتورة جيهان جادو سفيرة النواية الحسنة ليدفاع عن حقوق المرأة متحدثة إلينا مباشرة عبر سكايب من باريس ترجمة نانسي قنقر